كثيرون سافروا من كوبا إلى الولايات المتحدة لكن ليس بهذه الوسيلة يفقد بن فرايبرغ توازنه قليلا وهو يقفز من قارب تجديفا بطول 13 مترا ليطأليا بستفين نهاية الرحلة يلقى الترحيب من مستقبليه قبل أن يسترجع بعض ما صادفه في الطريق أنت تحاول التعامل مع بعض ما تواجهه من ألم أو مصاعب من حولك يمكنك أحيانا التوقف للحظة لتستمتع بالجمال كلون المياه وموضعات الطبيعة فيها مما لا تعيره اهتماما في بعض الأحيان قبل ذلك بـ 28 ساعة انطلق فرايبرغ من مرفأ همنغوي في ضواحي العاصمة هافانا وقضى معظم الوقت واقفا يجلس فقط لتناول وجبة خفيفة واجه مخاطر كالأمواج العالية أو التيارات البحرية وقام بذلك كما يقول ترويجا للسلام بين كوبا وولايات المتحدة أمنية بحاجة لمعجزة ربما لكن هذا رجل يمكن القول أنه يمشي على الماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر